لو انت من الناس اللي بتفكر انك تعملي ازالة شعرة بالليزر او فعلا بدأت ان انت تعملي ازالة شعرة بالليزر يبقى الفيديو ده هيهمك لانك هتعرفي ايه اللي احتياطات اللي قبل وبعد جلسات ازالة الشعرة بالليزر ما تنسوش تعملوا لايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من جديد معاكم الدكتورة ايا هنتكلم النهاردة عن نصائح مهمة جدا قبل ما نعمل جلسات ازالة الشعرة بالليزر اول حاجة ان احنا نتأكد من عدم موجود خلل هرموني على الناس اللي رغبة في انها تزيل الشعرة بالليزر وده بيتتم ازاي عن طريق مثلا انت تعرفي ان مدامة دورة بتاعتك منتظمة وتجيلك كل شهر فان شاء الله بإذننا ما يكونش فيه اي خلل هرموني وحتى لو شكينا في اي خلل هرموني ممكن انت حوالك لدكتور نيسا او دكتور غدد على حسب المشكلة اللي موجودة عندك وبنعالجها وبعد كده بيتم ازالة الشعر بالليزر عشان ما يرجعش تاني بسبب المشكلة الموجودة تاني حاجة تجنب ازالة الشعر بالطرق المعتادة قبل معايدة جلسات بأسابيع يعني ماينفعش ان احنا نشيل الشعرة من جدرها ممكن ان احنا نشيلها عن طريق الشيفينج اللي هو بنقص الشعرة من فوق من على سطح الجلد رابع حاجة ممنوع ان احنا نشقر الشعر لان الليزر ما بيشتغلش على الشعر الفتح خالص بيشتغل على الشعر الاسود كل ما كان الشعر اسود كل ما كانت نتائج الليزر بتبقى افضل رابع حاجة ممنوع عن الليزر لو فيه تاني لازم نستنى على الأقل شهر وكذلك الناس اللي بتروح مصايف في الصيف واخدت لون وكتسبت لون برضو دول هنوقف الجلسات بتاعتهم لمدة شهر ليه؟ لانهم ما اكتسبوا سبغة وزي ما انا قلت الليزر بتاع ازالة الشعر بيشتغل على السبغة اللي موجودة في الشعر فبالتالي سبغة كمان موجودة في الجلد فممكن يعرض الجلد الحرق لقدر اللون خمس حاجة ممنوع مع دواء النيت لوك او الايسترويتونوين الصراحة انها فيها اقويل فيه ناس قالت ممكن نحن نعمل ازالة شعر بالليزر وفيه ناس منعت الموضوع ده خالص بس الاخد بالاحتياط واجب بصراحة اللي علاج دوت هو علاج لحب الشباب وعلاج مشهور جدا كنا تكلمنا عنه في فيديو قبل كده ايه هي النصايح المهمة اللي بنعملها بعد اجراء جلسات الليزر بنعمل حاجتين وبنمنح حاجتين اول حاجة لازم نحط واقي شمس بانتظام وخاصة المناطق المعرضة للشمس ولازم معامل الحماية بتاعها او الاس بي اف فيفتي بلس ثاني حاجة الدكتور او الدكتورة بتوصف لك كريم بيبقى مهدق للبشرة لازم تستخدميه بعد جلسات الليزر لمدة ايام ولازم تتابع النصايح للدكتور ساعتها يقولها لك نيجي بقى للممنوعات ممنوع لبس المنابس الديقة والغير قطن الا بعد الجلسة باسبوع ممنوع الزهب للجم والسونة بعد الجلسة باسبوع لان برضو ممكن تعرضي الحرق والتهابات جلدية خمس حاجة طبعا ان في حالات حدوث اي التهابات او تهايجات جلدية بشكل غير متوقع لازم ان انت ترجعي وتستشيري الطبيب مرة تانية ده كان فيديو النهاردة يارب يكون عجبكم وتنسوش تعملوا لايك وشير لي وللسة مشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا وتفعالوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهاتي وللليكم اي سؤال او صفصر ياريت تسيبولي في التعليقات تشتركوا في القناة